بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أيها المشاهدون في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل أسبوع لنا لقاء يجمعنا بالعلم والدين والأخلاق يجمعنا وكتاب الله يجمعنا أيها المشاهدون النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا الدكتور أمجد حنوت دكتوراه في توزيع الدخل القومي وساحب كتاب حلول جذرية لثراء الأمة المصرية والمحاضر لحقوق الإنسان بكلية الحقوق جامعة المنوفية السلام عليكم يا دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور شرفتنا إن شاء الله بإذن الله في البنمات الدكتور شرف لنا دكتور إن شاء الله بإذن الله دكتور ما هي مشكلة توزيع الدخل القومي على مستوى العالم وخاصة في مصر هو حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشكلة حضرتك توزيع الدخل القومي هي مشكلة عالمية يعني لا تقتصر في مصر بس لا تقتصر على دول المتقدمة فقط ولا دول النمية فقط بل بتقتصر على مشكلة عالمية لكن إن شاء الله مصر هتكون النموزج التطبيق بتاعنا إن شاء الله إن شاء الله هي بتنحصر في سوء توزيع الدخول والسرعات بين طبقات المجتمع الوحدة سواء كان مجتمع متقدم أو سواء كان مجتمع نامي أو سواء كان مجتمع متخلق أي أن كان نوع المجتمع دكتور لماذا هذه الفكرة بالذات؟ كيف طرحت هذه الفكرة بالذات؟ هو حضرتك الفكرة بدأت معايا من سنة 97 تمام 1997 لما كنت طالب في كلية الحقوق التحقق في كلية الحقوق جامعة المنفية سنة 96 وكنت في محاضرة الاقتصاد حضر مع زميلي فاستغربت واندهاشت سألت نفس سؤال يا رب كل اقتصاديين العالم لأن إحنا عندنا حضرacaktة قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق القسم الاقتصاد في كلية اقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة وكلية الحقوق فسألت نفس سؤال بيني وبالنفسي وأنا بستمع لمحاضرة أسد زيتي وأنا في الكلية وأنا عاد في المدر Islands مع زميلي يا رب ليه ليه اساسا ليه ما نحلش مشكلة مشكلة الفق مشكلة العنوس مشاكل كتيرة جدا هل مشكلة توزيع الدخل قومي يا دكتور تقضي على الفقر على مستوى العالم هي الحل الأمثل لحل مشكلة الفقر في العالم كله طالما في عدالة في توزيع الدخول والصروات هنحل مشكلة الفقر في العالم كله كم أخذ منك هذا الكتاب في تأليف يا دكتور أنا أعد تألف فيه حضرتك 23 سنة من سنة 97 من أول ما جاءت للفكرة سنة 1997 لحد 2020 لحد وقتنا هذا 23 سنة يا دكتور سامن بفضل الله طبعا من يوميا على الله من 4 ساعات حضرتك ل14 ساعة موضوع جبار يا دكتور حتى رسالة الدكتورات بتاعتي عملتها في توزيع الدخل القوم حتى موضوع الرسالة كان بتاعي حضرتك رسالة الدكتورات بتاعتي كان في توزيع الدخل القوم هل مشكلة توزيع الدخل القوم على مستوى العالم يقطع على الفقر بكل صورة طبعا يا ضدقل لان حضرتك مشكلة مشاكل كتيرة جدا مشاكل كتيرة جدا مش الفقر لان عند حضرتك مشكلة المأكل والملبس والمسكن والانتقال والاتصال والصحة والتعليم والتوظيف والزواج طيب اوجدت بقى بفضل الله حل المشكلة في حاجة اسمها اوجدت حاجة اسمها الدخل الانساني يعني ايه الدخل الانساني اللي هو الدخل السابق المتجدد المنتظم المستمر اللي بيقضي على مشكلة الفقر في العالم كله. تمام تمام. بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا عدالة توزيع الدخول والصروات هي الحل الامسل زي ما قلت حضرتك في توزيع في اسف لحل مشكلة الفقر في العالم كله. تمام. دكتور كيف محصل على هذا الدخل الانسان يا دكتور؟ انا عملت حضرتك حلية المشاكل دي كلها بفضل الله بدون تكلفة الدولة لأي نفقات. تمام. يعني مش الدولة المصريية اي دولة اي دولة هتعمل الكتاب بتاع العبدالله اشتغلت فيه 23 سنة. حتقضي على الفقر تماما وهيبقى فيها عدالة في توزيع الدخول والصروات بدون تكلفة الدولة لأي نفقات. حضرتك عملت حلية المشكلة مشكلة سوء توزيع الدخول والصروات لأي مجتمع. تمام. اي دولة في العالم والأي مجتمع. تمام تمام. حضرتك ايا كان هو ده متقدم او نامي او متخلط. ايا كانت الدولة وقدون تكلفة الدولة اللي هتطبق الكتاب إن شاء الله بأي نفقات هل هذه الفكرة يا دكتور لم يصبكك بها أحد يعني العلم عند الله بس أنا قعدت في الفكرة بتاعتين 23 وعشرين سنة حضرتك في الكتاب بتاعي اللي هو حلول جزرية لصراع الأمة المصري واعتبر ان انا مصري طبعا انا راجل مصري وشارب بالنيل وكلنا بنحب بلدنا وبلدك أولى بيك عملت مصر نموذك تطبيقي لكن هو يتطبع العالم كله ولكن عملت مصر لنموذك التطبيق بتاعي عشان أسهل علي طبعا البحث والدراسة إنه موضوع توزيع الدكت القوم ده يا دكتور موضوع شائق جدا وكبير جدا وصعب جدا طب كيف نطبق هذا الموضوع يا دكتور عملت حضرتك حليت الموضوع عدالة أو جت بفضل عدالة توزيع الدخول والصراوات من خلال نظريتين نظرية سمتها الناتج المتوازن والنظرية التانية سمتها المجتمع الاقتصاد الناتج المتوازن عند حضرتك عوامل الانتاج اللي هي الأرض ورأس المال والمشروعات واليد العاملة الأرض بتدي ريع الرأس المال بيدي فايدة المشروعات بتدي ربح اليد العاملة بتدي أجه شوف حضرتك بقى دكتور سامي لما عوامل الانتاج بتزيد على عوائد الانتاج بنبقى في كسات تمام لما عوائد الانتاج بتزيد على عوامل الانتاج بنبقى في تبقهم طبعا يعني حضرتك عامة زي الإنسان كده حضرتك النحيف والسمين نعم فاحنا عايزين المتوسط المتوازن نعم اللي هو البرفكت اللي هو المتوازن اي وي تمام حضرتك طب التوازن ده اوجدته من خلال زي ما قلت حضرتك حاجة اسمها الدخل الانساني يعني ايه دخل الانسان يعني دخل الاساب يكون لأي انسان بلغ سن الرجد في دولته حسب قانون دولته عندنا في القانون المصري واحد وعشرين سنة من لديها كم تمام تمام ساعتك يكون طبعا لانه يكون انسان ناضب يكون وصل صن النضب صن الرجد يكون عدى واحد وعشرين سنة واحد وعشرين سنة في دولتنا في دول تانية بتطبق قانون صن الرجد 24 سنة في دول تانية بتطبق تنصر فترة سنة انا قلت حضرتك مصر نموذك تطبيقي نعم مصر نموذك تطبيقي ما تبروننا انا مصري يعني ان مصر طبقت هذا الموضوع مقضي على هذا الفقر تماما في هذا البلد تماما وبدون تكلفة الدولة اي نفقات تمام في اي دولة في العالم يعني اي دولة في العالم ما تيجي تطبقه لم تتكلف اي نفق مش هكلف اي نفق حضرتك فالتوازن بقى عملته حضرتك من خلال الدخل الانساني اللي هو الدخل السابت المتجدد المنتظم المستمر نتيجة مساهمته في العملاء الانتاجية تمام تمام حضرتك نظرية المجتمع الاقتصادي اوجدتها من خلال اربع حلول الفرد الطبيعي الشخص الطبيعي اللي زي وزي حضرتك الاسرة الشخص الطبيعي والاسرة لان الاسرة الاسرة باكمال بما تشمل من بالغين وغير بالغين اللي هما القصر بالاسرة الفرد البالغ سن الرجل والاسرة اللي بتشمل طي ان الفرد نواته الاسرة الاسرة بتشمل الافراد مجموعة الافراد وحضرتك الشخص الاعتبار الشخص الاعتبار او الشخص المعنوي وحاجة اسمها سميتها الجيش الاقتصادي طبعا مش الجيش المصري بتاعنا الجيش الحظيم اللي هو خير جنود الارض لا خير جنود الارض الجيش الاقتصادي ده سميته حضرتك اللي بيضم المجتمع الاقتصادي بأسرط اللي شغالين حضرتك في القطاع الخاص واللي شغالين في القطاع الحكومي واللي شغالين في قطاع الاعمال العام واللي شغالين في النقابات المهنية المهنيين مهن حرة والحرفيين كل ده اسمه اعمالته حضرتك عشان طبعما ان الدخل بقى فيه دخل انساني ممكن انسان يتقاعس عن شعوره الوطن وقال لك طب ما انا جات لي فلوس ودخل سابط طب ما نعود لا عملت حضرتك حاجة عشان اضمن الخلاصة من فيروس اللي حضرتك فوضى العمل عملت حاجة اسمها الجيش الاقتصاد الانسان عندما يكسر عنده المال لا يحتاج الى عمل ما انا قلت لسعادتك يا دكتور ان انا عملت حاجة اسمها الجيش منظومة العمل الاجبارية حضرتك في الكتاب بتاعي عملت حاجة عشان اقضي عليها منظومة العمل الاجبارية من خلال الجيش الاقتصادي وبقرر تاني مش الجيش العظيم المصري بتاعنا ايه 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 مش الجيش اللي بيحارب او الدافع من الوطن دول حماة الوطن ودول خير وجنود الارض طبعا تمام ساعدتك انا عملت حاجة اسمها المسمى الجيش الاقتصاد لانه عشان انامي الشعور الوطني عنده انه هو ما تقعصي طالما هيبقى عنده دخل سابت دوري متجدد منتظم حضرتك هو نتيجة مساهمته او مشاركته في العمل زي ما قلت الحضاك انه بيضم قطعات كل القطعات القطع الحكومي العاملين في القطع الحكومي العاملين في القطع الخاص العاملين في المهن الحرة الممتهنين المهنيين الطبيب الصيدالي المهاني المهندس المحاسف كل الفئات كل الفئات الحرفيين السباج النجار عامل النظافة عامل المجاري كل خدم المنازل كلهم لان طالما فيه منظومة عمل اجبارية ولكن بقى مش هيعمل كما يعمل بفوضى العمل لا احنا قولنا حضرتك العمل بضوابط ومعايير ومش هتكون معايير قاسية ان شاء الله لان بقى فيه عدالة في توزيع الدخول والصروات تمام دكتور كيف هذا الموضوع موضوع الجبار كيف يستقيم هذا الموضوع في بلدنا هو ان شاء الله يستقيم باذن الله ان شاء الله عملت حاجة حضرتك اللي هي الدخل الانساني قولنا الدخل الانساني من خلال حاجة نظام ضريب جديد سميته حضرتك يا دكتور سميته نظام الضرائب الاستثمارية هنعمل نظام الضرائب الاستثمارية يعني ننشئ مصحت الضرائب الاستثمارية للاشخاص الطابعين ومصحت الضرائب الاستثمارية من خلال الاشخاص الاعتبارين طب حضرتك هنوزع ازاي التوزيع ازاي هنطبق ازاي يا دكتور هنننظر الأول للوداع البنكية يعني ما نيجي نطبق ضرائب السمري لأشخاص طبيعية هننظر وداع البنكية والوداع البريدية بس مع الاحتفاظ بالسرية الكاملة للعميل الاحتفاظ السرية الكاملة للعميل أي أن كان هذا العميل إذا كان فرض طبيعي أو فرض اعتباري شركة مؤسسة لازم الاحتفاظ بالسرية لأن في حاجة اسمها في القانون التجاري مبدأ سرية البنوك وسرية العميل لازم نحافظ على سرية تمام ساعتك فبننظر للوداع الأول الوداع حضرتك بننظر إلى الوداع عندنا ما شاء الله بالتقريب يعني عندنا تريليون جنيه وداع مصرية في البنوك المصرية في البنوك المصرية كلها تريليون جنيه في البنوك المصرية والبريد وداع الافراد الطبيعيين والاعتباريين حفرض عليها ضريبة 5% كل فرض على وداعته دي أنت حضرتك سميتها في الكتاب ضريبة ضريبة السمارية طبعا ضريبة السمارية دي فيه ناس ما معهاش قدرة تكليفية انها تدفع الضريبة فعشان انا عملت حكاية الودائع البنكية دي حضرتك نفرضها بخمسة في المئة سنويا حيطلع خمسين مليور جنيه على التريليون حنوزع نص الحصيلة خمسة وعشرين مليور جنيه على الاسر الفقيرة والنص التاني على الاسر المتوسطة عشان يقدروا يدفعوا الضريبة السمارية حضرتك طبعا لما نقسم عدد الاسر هنفترض 16 مليون اسر بالفرق او بالتقريب لان انا بقالي سنين طويلة بعمل في كتافة كده الاحصائيات بتتغير طبعا الاحصائيات بتتغير كل عام طبعا حضرتك لكن انا كان اهم الاساسي على الفكرة المبدئية ازاي نحل مشكلة الطفاء في العالم مع تطبيق ان شاء الله على مصر التطبيق الاول يكون على مصر ان شاء الله طبعا عدد الاسر هل في اعتقادك يا دكتور ان مصر تكون اول دولة تطبق هزم اتمنى هزم الله والله يا دكتور اتمنى هزم الله يعني اتمنى يعني كل انسان وطني ومخلص الوطن وبيبعا عايز يشوف بلده اجمل بلد في العالم طبعا طبعا حضرتك ويحب جيشه المخلاصين الشرفاء ده هم اللي بيفكروا في حلول للوطن الحمد لله الحمد لله دكتور ما هو ده فرض علينا مش لا سامح الله ان عسف الله مش من ولا يعوز بالله لا ده فرض علينا ده فرض وواجب على كل مصري ان هو يفكر ازاي ينامي بلده طبعا والاسلام سبحان الله طبعا دكتور ده حق اصير بيدعونا الى ايه الى الارتقاء بالاوطار والمحافظة عليها طب وحب الوطن حب لله والرسول حب الوطن من صميم الدين تمام دكتور له تعد احنا متفين عليك حب الوطن تمام افين واللي مايحبش وطنه مايحبش نفسه مايحبش اهله مايحبش اسرته مايحبش عمله اللي ماليش خير في بلده طبعا ماليش خير في نفسه ولا في اي حد طبعا فالأسر بقى حضرتك قسمتها ايه نص ثلث سوتس لو عدت جمعت نص ثلث سوتس أيوة هيطلع واحد صحيح تمام نص عدد الأسر فقير الداخل تمام ده أي مجتمع حتى لو كان كمان متقدم كمان حضرتك 25 مليار جنيه هنقسمهم على 8 أسر 8 مليون أسر فقيرة اللي هو نص عدد الأسر هيطلع 3125 جنيه للأسر الوحيدة الأسر الوحدة الفقيرة سنويا هل الموضوع ده يا دكتور إن شاء الله بإذن الله لو التبع في مصر هل إن شاء الله بإذن الله نقض على كل مشاكل كل المشاكل الأفراد كل مشاكل الأفراد حضرتك يعني بطالة فقر وبطالة وعنوسة وكل شيء حضرتك حتى كمان الدولة عجز الموازنة العامة حضرتك كمان هنقض على عجز الموازنة العامة والميزان التجاري كمان العجز في الميزان التجاري كل المشاكل إن شاء الله رب العالمين هتحل بأمر الله لما نطبق الكتاب بتاع العدد في 23 سنة إن شاء الله ربنا وفق أكدوه 25 مليار جنيه اللي هو الأصيلة التانية هل التأمينات لها دخل بالموضوع ما أنا هقول لها حضرتك أنا بقول لها حضرتك إزاي أخلي الفرض يبقى مع دخل سابت دور المتالي حنبدأ بالأسرة الأول تمام فأنا بقول لها حضرتك حاجبها من تحت زال هرم ها هنبدأ بالأسرة الأول هنوزع لأسرة هعمل ضريبة على الودايع البنكية اسمع ضريبة الاستمرية ما هي هي الضريبة أصلا اسمها ضريبة الاستمرية تمام المسمى بتاعها لإن أنا بستسمر الضريبة تمام بحصل وبوزع تمام عن طريق مناديب يعني حضرتك مناديب سنويا للأسرة الفقيرة الوحدة تمام والخمسة وعشرين مليار التانيين لما نوزحهم على الأسرة المتوسطة وخبال حضرتك هيبقى دخل الأسرة المتوسطة الوحدة خمس تلاف جنيه سنويا طبعا للغرض إن أنا حضرتك بمكنهم من دفع الضريبة الاستمرية تمام 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 عند حضرتك برضو اللي هو عدد الأفراد الأسرية تمام ما نيجي اه 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 اتنواشر مليون فرد سابري على اعتبار المجتمع دكتور مش درجة واحدة فيه ما أنا عارف ما هم تدرجين ما ربقول له حضرتك أنا قسمت المجتمع نص تلت ست تمام النص بيبقى القعدة بس ده على مستوى العالم يا دكتور على مستوى العالم كبير تمام حتى لو الدولة متقدمة هتلاقي حضرتك النص فقير هتلاقي التلت متوسط هتلاقي الست هو اللي سري سبحان الله مشكلة توزيع الدخل القاوم هو اللي هيعدل هزي المعطلة هو الحل الأمثل هو اللي مش مش أنتي بيوتك حضرتك لا علاج علاج أمثل تمام لكل المشاكل حضرتك أيه أيه سواء للفرض أو للمجتمع أو للدولة ذات تمام تمام حضرتك اللي هو عدالة توزيع الدخوله بس مش هكلف الدولة أي نفقة لأن الدول كلها مسكلة بديون وأعباء تمام مسكلة فاحنا بنجيبها بنبدأ بالفرض والأسرة تمام زي بقلت حضرتك عليها تمام فهنا مثلا عدد الأفراد الأسرية فعل فرض إن هم 12 مليون فرض سري طب كيف أنا رأيك يا دكتور ما أنا بقول لحضرتك أوه إزاي نطبقها يا دكتور تمام حنفترض إن نص عدد الأسرية أقل فرض سري أقل فرض سري مثلا تمام داخله النأدي مع السيولة نأدية 500 ألف جنون تمام طلت عدد الأسرية المتوسطين 4 مليون فرض ما أنا حطيه 12 مليون أيها نصهم أقل سراء اللي هو 6 مليون فرض طبيعي تلتهم 4 مليون فرض طبيعي صوت سهم حضرتك 2 مليون فرض طبيعي تمام فالفرض الطبيعي الأقل سراء أكيد معاه سيولة نقضية مش أقل من 500 ألف جنيه تمام أنا بقحطها على أقل تقدير اه والفرض الطبيعي المتوسط السراء أكيد معاه مليون جنيه اه كده إن شاء الله جدني اللي أنا الموضوع لما يتطبق مش هيكلف الدولة أي نفقة أي نفقة تمام ولا جنيه واحد تمام ولا جنيه أي دولة مش مصر بأي دولة في العالم في العالم مش مصر بس بتفرض بتفرض بقى الفرض الطبيعي اللي هو أسر الأسرياء مثلا تمام بفرضت إن عنده أقل سيولة نقضية ليه 2 مليون جنيه طب ما نفرض عليه 2.5 مليون جنيه 2.5% ورمضان داخل كل سنة وحضرتك طيب فرضت زكاة 2.5% لما تطبق على الأسرياء بس شوف حضرتك ما هي الزكاة طبعا هي كان بتفرض بطريقة عشوائية لكن لما الدرائب للسكمرية تفرضها بطريقة إلزامية وإجبارية يبقى المجتمع الخير كله هيلتزم بيها كله هيلتزم بيها ما فيش مفر يتهرب لأنه هو هيدفع وهياخر تمام فيه تحصيل وفيه توزيع زي ما قلت لحضرتك هي الضريبة اقتطاع جزء مالي جابري من الأفراد بدون مقابل أنا عملتها بمقابل تمام لحل مشكلة توزيع الدخول والصروات ومليش دعوة بالدولة أنا ما بجيش ناحية الدولة كله من الأفراد سواء الطبيعيين أو الاعتباريين يعني هم بيحلوا مشاكلهم بنفسهم منهم فيهم منهم فيهم المسأل مصر بتاعنا دكت منهم فيهم تمام يا دكت يعني أنت مبسط الموضوع بشكل لأين الدولة مسكالة أساساً عسكر الدولة ما الدولة الله يكون في هنا عليها أعباء وديون وعليها وعليها وطبعاً ربنا يخلى لنا الرئيس السيسي شوف عمل مشاريع قد ايه ما شاء الله دي بحيادية والله العظيم أنا بحيادية أنا بشتبه حد زي ما حضرتك عارفه أنا إنسان مصري وطني مقلص لبلدي تمام باش هتشهدت الحق أمام الله هو الرئيس الوحيد اللي عمل مشروعات جبارة وعمل لك وفي وقت قياسي وفي وقت قياسي بلد كم منهار حروب وصورات زي ما حضرتك عارفه دكتور كلنا عارفين ربنا يخلولنا ويحافظ عليها يا ربنا وفقك يا ربنا ويجعل هزي الفكرة ينتشر حول العرب حتى نقض على الفقرة وعلى البطالة والعنوص كل المشاكل كل المشاكل حضرتك في حتنصحت الضرائب الاستثمارية بقى حضرتك الحصير الأولينية طلعت 75 مليار جنيه هاخد بقى ما نقول مش هكلف الدولة اي حال ولا جنيه هنجيب بيها الـ 75 مليار جنيه سنويا دول حضرتك اللي جم من ما نقول بقى العائد الاستثماري اسمه ما نسميتها ضرائب استثماري شعن كده اي واي بتاخد العائد العائد الاستثمار اللي هو جاي باستثمره في العائد اسمه العائد هو التحصيل تمام والاستثمار بتاع هذا العائد في التوزيع اي واي يبقى في عدالة في توزيع الدخول والصراوة يبقى أنا بقى على كل المشاكل بفضل الله تمام تمام ساعتك حنجيب بـ 75 مليار جنيه سنويا المطبوعات والدفاتر التحصيل والتوزيع وطبعا اللي هي حضرتك هاي كاتف كتاب والمرتبات كمان بتاعت المناديب التحصيل ومناديب التوزيع بكده قضيط على البطالة تمام وخبال حضرتك حال كده في مشكلة في مرتبات الموظفين في الحكومة والخاص لا ان شاء الله مش حابها في مرتبات يعني بص حضرتك يعني مش هنفرد عليهم هتوفر 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 مرتبات الموظفين هيخدم الضربة السمارية بس يعني ممكن نوفر مرتبات الموظفين نتفحل سد الديون نسدي بها الديون دكتور هندها ستة مليون موظف حكومة هل ممكن نفرض عليهم دريبة بضوها دكتور ما هم هنبقول لحضرتك أنا جاي لحضرتك الحصيلة التانية اللي هي حضرتك هناخدها نوزحها على الأسر الفقيرة 100 مليار جنيه على 8 مليون أسر فقيرة في مصر طبعا الرقم ده ليس على سبيل المسال تمام حضرتك 12500 جنيه سنوية للأسرة الفقيرة الوحدة لا تحصيل سنوية سنوية حضراتنا شغال بالسنوية تحصيل سنوية وتوزيع سنوية تحصيل وتوزيع مش بحصل بس لأ تحصيل وتوزيع الزام واكباري منظومة العامة الاجبارية بقى الجيش الاقتصاد حضراتنا كله حضراتنا تقوم المصلحة بتوزيع الحاصلة التالتة اللي احنا قلنا حضرتك اللي هي الميت مليار قاسم حضرتك لو ضربت الستة مليون فرد طبيعي في خمسمائة الف جنيه في اتنين ونصف في المية سنوان قلنا الحصيل الأولى بتطلع 75 مليار باخدها اوزع بقى ده التحصيل طب التوزيع فين قلت عشان اجيب المطبوعات والدفاتر بتاع الضربة السمرين للاشخاص الطبعين والاشخاص الاعتبارين ومرتبات مدى دي اللي عاملين برضو داخل قطاع الضربة السمرين تحصيل وتوزيع يعني كده دكتور ممكن نعمل منشأة بقى مش هكلف الدولة برضو حاجة ولا طوبة كمان مش هكلف الدولة اي نفاقات انا عند مبدأ دكتور مش هكلف الدولة اي نفاقات خالص نايا دكتور امجد احنا سعداء بوجودك معنا وان شاء الله بنا يكرمنا ان شاء الله في هذا الموضوع شرفتنا ونورتنا وشكرا على اللقاء ايها المشاهدون انا بس عايز اقول كلمة حضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احب اقول كلمة بس حضرتك ان شاء الله بازن الله لما انطبق بإذن الله الكتاب بتاع حلول جزرية حلول جزرية لصراعي الامة المصرية لما انطبق الكتاب ان شاء الله دخل الفرض في مصر حيبقى لما انطبقه على مصر تنموذج تطبيق اه hubris دخل الفرض دخل الفرض 400 الف جنيه سنويا zelة كل تسح سنوات دخل الاسرة المتوسطة 12500 جنيه سنويا دخل الاسرة الفقيرة دخل الاسرة الفقيرة هيبقى حضرتك 12500 جنيه سنويا دخل الاسرة المتوسطة 20000 جنيه سنويا ان شاء الله التعليم هيكون بالمجان الصحة هتكون بالمجان المواصلات هتكون بالمجان إن شاء الله بإذن الله اللي ما تجوزش هيتجوز واللي ما اشتغلش والمديون هيسد دون شرفتنا بوجودك النهاردة وإحنا ساعداء بوجودك معنا إن شاء الله ربنا يوفقك إن شاء الله في هذا الكتاب ويجعل هذه الفكرة خير للبلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة